بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة السلام على النبينا الكريم سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ان شاء الله تكونوا بخير وفي احسن الاحوال توم تشوفوا في هذه الفيديو راني مانيش نسيتكم اخوتي 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 راني مرة على مرة نطلع عليكم فيديو مانيش نعطيكم المعلومات الحصرية والمعلومات اللازمة اللي لازم تشوفوها ولازم تعلموا بيها خاصة الجالية تاعنا اللي في الخارج ونشكركم على الدعم التاعكم اللي فيديو اللي راني نحط لكم فيهم متنسا وشبرك كي يعني بعض الاشخاص وبعض المتتبعين راني يشوفوا في القناة التاعي نقولكم اهلا وسهلا بكم بالصح واش نقول لكم راكم تشوفوا بالصح ما كمشوا مشتركين ما مفضلكم اشتركوا راحين تخسروا والو هكذا باش يجيكم كل جديد كل ما نحط فيديو جديدة يجيكم في هذي الفيديو التاع اليوم اخوتي اخوتي راح نحكي لكم على اه مواضيع كثيرة ومن بينها إلغاء رحلة اليوم الجمعة اللي من مارسيليا بجاية راحين تعرفوا لمعلومات كثيرة تابعوا معايا الاخر ان شاء الله ومتنساوش جام والبارتاج كما العادة تابعوا معايا الاخر اول نقطة نحن تكلموا على الغاء رحلة بيجاية مارسيليا بيجاية رحلة البحرية اللي مع اوان ام تي في دون سابق اندار يعني دائما الجارية الجزائرية راح تعيش في الكوشمار كاين بزاف الجارية اللي يسكنوا بعيد على مارسيليا وجاوا في الصباح للباكر وجاوا كاينين اللي بيتين في البور باش يروحوا اليوم زعمى لبيجاية لكن اظن هذا الرحلة راهي الغيت يعني بتاريخ اليوم 16 جوا ولا حد من الاوان تي بي يعني متاش حتى واحد من شركة الشركة البحرية مؤسسة النقل البحري بالجزائر موجود في الموقع ما حطوا حتى اه اندار ما حطوا حتى بلاق ما حطوا ما مبعثوا حتى الناس يعني اه لمساج ولا ايميل ولا الناس جاء تم بيتها تم كاين اللي ولدهم صغار كاين يعني اه يعني كوشمار والسلام كما تعرفوا ديما الجارية الجزائرية راهي اه كما يقولوا راهي ديما تعاني بسواردنا ونعاني اه كذلك اه عبدالوهابي عقوبي اه اه حط في في هذا الموضوع بالذات قل لك اتلقى مكالمات منذ صباح اليوم من مواطنين الذين وصلوا مبكرا الى مرسيليا بعد رحلة طويلة من مختلف المدن والذين حجزوا بحرا على رحلة مرسيليا بجاية المقررة اليوم 16 جوان 2022 ولكن لا احد من شركة النقل البحري موجود في الموقع يبدو ان الرحلة الغيت دون اختار الزبائن يعني ما بعتوش حتى للزبائن وقالوا لهم فال الرحلة تحكم راهي الغيت اه سوء التغيير دائما ما زال موجود العصابة ما زالت موجودة ورب يجيب الخير وخلاص اخواني اخواتي الناس اللي اه يحكيوا اللي كان بزاف سألوني على هذا الباجاج اللي هدروا عليه الشرطة الاسبانية البحرية وقالوا لهم ما يتاخذوش الامتعة اللي عندها فواثير ولا بيدون فواثير يعني هم الناس رام يحكيوا عن البزناس الشرطة راي تحكي عن البزناسة اللي يديو بزاف يبيعو ديو اما الناس اللي يديو الباجاج تاها منغمال كما عادي يعني باجاج تاهاكم اللي قشكم حويجكم اللي خاصين بكم هذا ما هوش ممنوع تقدروا تديو حويجكم نغمال وانما ما تديوش حويج ليتباعوا وتاع البزناسة كما على بيلكم بيها هذا بالنسبة للسؤال ناس خوتي اللي يسكنوا في اسبانيا وكذلك اسئلة على الرحلة البحرية بين ايطاليا والجزائر هي رسميا هدروا عليها يعني اخواني اخواتي بس صح ما زال ما حدوناش البرنامج وما حدوناش اليوم اللي تمشي فيه رانا نستنعوا بحول الله اول ما يحطوا ان شاء الله راح ننشرولكم على القناة واسمحوا النا خوتي هذا مش الخطأ التاعنا هذا الخطأ التاع المسؤولين احنا خاطين احنا غنجيبوا المعلومة ونعطيوها لكم هذا ما كان كينا نقطة اخرى كذلك بيان من الجوية الجزائرية اغاجغي اعلان هان بخصوص رحالة حج 1443 والفين واثنين وعشرين تبعا للاشترافات الصحية المعتمدة من طرف السلطات المملكة العربية السعودية لموسم حج الف واربع واربع واربعين الفين واثنين وعشرين يتعين على كافة الحجاج الميامين اولا تقديم نتيجة سلبية فحص فيروس كورونا كوبيت 19 بيسيار خلال 72 ساعة على الاكثر قبل موعد الرحلة يعني لازم تجيبوا بيسيار تاعكم اقل من 72 ساعة على الاكثر قبل موعد الرحلة الى المملكة العربية السعودية في احد المخابر المعتمدة من طرف وزارة الصحة والتي يمكن الاطلاع عليها عبر الموقع الالكتروني للدوان الوطني للحج والعمرة ثانيا الالتزام بلبس الكمامة اثناء رحلة اداء مناسك الحج في جميع الاماكن المغلقة والمفتوحة يعني لازم تديروا الاماس في جميع الاماكن المغلقة والمفتوحة وعبر الطائرة كذلك هذا هو عنوان الجوية الجزائرية بالنسبة للحجاج موضوع اخر كذلك فيما يخص نفس الموضوع الغاء رحلات وهذا المرة رحلات جوية اعلنت تونس الغاء رحلتها الجوية المبرجة بتاريخ اليوم الخاميس وتأجيلها الى ايام الجمعة والسبت والاحد كما اكدت الشركة انه يمكن للمسافرين المسجلين في رحلات اليوم المؤجل استرجع قيمة تذاكرهم وتغيير الحجز مجان وعلى مدى اسبوع كامل في حال عدم توافق توقيت السفرات المؤجلة مع التزاماتهم يعني الجوية التونسية الغات رحلاتها انتعى اليوم وأجلتها الى يوم الجمعة والسبت والاحد والناس اللي ما يساعدهم شهد التاريخ يقدر يرمبور سيو اللي بيتحم غاتويتمون واللي يبدلوا التاريخ تحم ثاني غاتويتمون من هذه الرحلات هناك 23 رحلة من تم إلغاءها وتأجيلها الى يوم الجمعة من بينها تونس الجزائر تونس كما جاء البرنامج على النحو التالي الرحلة 712 تي او 711 الدار البيضة تونس على الساعة الثانية صباحا اضافة الى الرحلة تونس ميلانو تونس الثانية والنصف صباحا الرحلة كذلك تونس باريس اغلي تونس الرابعة والنصف صباحا تونس نيس تونس الساعة الثانية صباحا والرحلة 363 تونس بولونيا ايطاليا تونس الثانية والربع صباحا هذا يعني الرحلات احنا ما يهموناش اللي يهمنا هي الرحلة بين التونس والجزائر هذه هم الرحلة المؤجلة نتمنى إن شاء الله تكونوا على بالكم وتقدروا ترمبورسي الرحلة التي تدعكم تأجيل رحلة تونس الجزائر إلى الجمعة يعني الرحلة اللي جاية من تونس الجزائر أجلوها إلى يوم الغد الجمعة كذلك رحلة جربا ليوم كذلك أجلوها رحلة تونس نيامي تونس وهكذا كاينينا رحلات كثيرة ما نقدرش نسميهم لكم وكل باش ما يجيكمش الفيديو تقدروا تدخلوا للموقع تاهم وتشوفوا تبدلوا التاريخ تاكم والترمبورسي التذكرة من تاكم هذه هي المعلومات إخواني أخواتي المتحصل عليها إلى حد الساعة نشكركم على المتابعة والله همهون الغربة على كل مقترب وحفظه ويسر له الرزق الحلالة واعده لوطنيه وأهله سالما غالما يا رب العالمين أقولكم بقوا على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته